كل سنة حاضركم طيبين احنا الحمد لله الحمد لله الصيف قرب جدا ان هو ينتهي والناس اكيد كلها حاسة بالكلام ده من خلال انخفاض درجات الحرارة حالة الجو يمكن قلطف شوية بالنهار وبالليل الحمد لله طبعا الجو لطيف جدا زائد انه احنا حاسين بالكلام ده جميعا اعتقد يعني جو با لطيف في نسمة هاوة الجميلة بتاع بالليل دي فدي اعتقد افضل فترة بس دي افضل فترة في السنة اعتقد الجو بيكون فيها لطيف يعني بوس لسا اعتقد الفترة اللي جاية كمان بتبقى قلطف شوية بس انا حاسيت ان انت يعني اصريت قوي على الحمد لله الحمد لله انا ما صدقت والله انت مش بالناس بتحب الصيف بخلاف ده انا اول سنة اعاني من الاجهاد الحراري فعلا دايما كنت بسمع المصطلح ده لكن ما كنت سبقى اعرف ان اللي عندي ده اجهات حراري تهريب اعتقد انت لدي في ادراك المصطلح نفسه لكن فعلا السنة دي الحرق ان صعب جدا اجهات الحراري يعني ايجاد عادي كده بس مش قادر ابزل اي مجهود مش قادر اتحرك من مكاني بيبقى في برض درجة حرارة مرتفعة عشرية طبعا طبعا اه يعني على اي حال انا سعيد ان انت سعيد من الصيف الحمد لله وكلنا سعداء والسته مصطلح اكيد سعداء لكن على اي حال خلينا نقول انه زي ما كانت شازلي بقول انه خلاص فعلا فصل الصيف تقريبا بينتهي والوقت اللي جاي الثلاث شهور الجايين او الربع اللي جاي من السنة بيكون فعلا درجة الحرارة فيه بتكون قلطف بشكل كبير جدا لكن لو هنتكلم عن المناخ بشكل عام فبيكون لي اهمية في فكرة تأثيره على المحاصيل لانه بيؤثر بشكل كبير جدا على المحاصيل عشان كده لازم المزارعين يكونوا على دراية بكل هذه التغيرات لازم يكونوا على دراية بالحرارة اللي بتنخفض والفرق بين حرارة الليل والنهار ازاي بتؤثر على النباتات بشكل مختلف لان ده بيخلي طبعا المزارعين عندهم خلفية ازاي قدروا يتعاملوا مع المحاصيل وما يخسروش كمان المحاصيل بتاعتهم وفي الوقت من الوقت يا شازلي شوفنا بالفعل درجة حرارة اتفعت جدا فأثرت على محاصيل المنجا ومحاصيل تانية فمهم جدا انه طول الوقت المزارعين يكونوا بيتابعوا ايه اللي بيحصل لان هدلوقتي بنعيش في عصر التغير المناخي صحيح طريقة الرأي كمان بتختلف وأعتقد انه عدد كبير من المزارعين إلا ما يكون كل المزارعين بقوا على دراية بهذا الأمر وكمان ان التغييرات دي مش بس بتأثر على النباتات لكن كمان بتساعد على انتشار الكثير من الأمراض وانتشار الحشرات كمان بسبب ارتفاع درجة الحرارة والانخفاض بشكل كده يعني ورا بعضوا نلاقي فيه ارتفاع وانخفاض وبعد كده ارتفاع لكن الحمد لله لوضع الى حد ما مستقر خلال هذه الفترة ده بيخلي المحاصيل الزراعية بيكون محتاجة متابعة باستمرار ونصائح مهمة وهيكون عندنا مداخلة هنتكلم فيه عن هذا الموضوع هنتكلم عن كل التفاصيل وهنقدم كمان نصائح للمزارعين من خلال طبعا المختصين ازاي المزارعين يحافظوا على محاصيلهم وسط هذه التغيرات المناخية محتاجين بالفعل شازلي ناخد بالنا من الأجواء دي لانه عادة الفترات الانتقالية للفصول المناخية بتؤثر بشكل كبير جدا على الخريطة الزراعية مش بس على الخريطة الزراعية يمكن حتى على الجانب الصحي بيبقى مهم جدا ان احنا ناخد بالنا كمان والنفسي كمان والنفسي كمان هاي يعني جاتع اننا مهتمة بالنباتات مش مهتمة بينا يعني انت مهتمة تكلمة عن النباتات انت مسؤول عن نفسك احنا مسؤولي عن النباتات فانت لازم تكون على دراية بالتغيرات المناخية عشان حافظ على نفسي وعلى النباتات فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا كمان من التغيرات المناخية عشان احيانا انا بنصحك واي شازلي عشان لما نلاقي انه شوية درجة الحرارة مرتفعة صباحا ده ممنوعش ان انت تنزل بالليل مثلا معاك حاجة برضو تقيلة شوية عشان لو جو برد وكمان يعني حتى احيانا بيبقى مهم حتى تتابع درجات الحرارة عشان تبقى عارف حتى هتتعرض للشمس في اي وقت من اليوم تعمل حسابك فهي بالفعل يمكن التغيرات المناخية دي مهمة جدا ان احنا نتبعها مش بس عشان الخريطة الزراعية لكن حتى عشان صحتنا وعشان ناخد بالنا اكتر من صحتنا وعشان كمان نتجنب الاصابة ان كان باينفلونزا ده شوية منها هتتكلم دوات عن حالة الطقس في سبيلها شوية لا ده انا هتتكلم على الجانب اللي ليه علاقة بالطقس والارصاد الجوية ده جانب اخر فمنها هتنطلق فيه على اي حال نصبح على حضراتكم وارد تانية سبع الخير والسعادة وسبع الخير يا مصر اشتركوا في القناة